من الام تي في صباح الخير ومستمرون معكم في هذه المواكبة المباشرة للتطورات الميدانية والعسكرية والسياسية ونستضيف في هذه الأثناء العميد الركن المتقاعد وقائد معركة فجر الجرود الجنرال فادي داود أهلا وسهلا فيك صباح الخير نهارك سعيد طبعا سنكون أيضا بمتابعة مباشرة من الربوي بالنسبة للحريق الذي لا يزال ناشبا على ما يبدو أو في محاولات لا احتواءه من قبل الجيش وفرق الدفاع المدني بالإضافة إلى أيضا رسائل من مراسلين على مختلف الأراضي اللبنانية لمتابعة أيضا تدعيات التطورات الميدانية جنرال بقول مبارح مسؤول علاقات الإعلامية بحزب الله منظومة الإمراء والسيطرة في حزب الله تعمل على أكفأ وجه وخطوط الدعم العسكري واللوجستي عادت إلى ما كانت عليه أول شيء إلى أي مدى استطاع حزب الله أن يرمم هذه القدرات وكيف بالنسبة تحديدا لمسألة خطوط الدعم العسكري كيف تم ذلك بظل ضرب المعابر مثل ما نحن عم نشوف وخطوط الإمداد برأيي هالحديث في عنده جزء كبير من الصحة يعني إذا بننطلع عسكريا وناخد حديثه لسيد محمد عفيف بالإطار العسكري بداية كان في فترة من بعد اغتيال من بعد استهداف الأمين العام سيد نصر الله لغاية بالأيام سبعة، ثمانة أيام، عشرة أيام كان في ضياع شبه كامل بالحزب حتى بيان ما عاد يطلع، أول بيان طالعا من الحزب كأنه مش بيان يعني مقاتلي الحزب، أهل المقاتلين، البيئة تبعوله، البيئة المحيطة، السكان المدنيين نموا على الكرتين، افترشوا الواحي الكرتون على الأرض عم بيطالبوا باتجاه عم بيطالبوا ما في حد أمين يرد عليهم، هيدا ممنتوم كان ممكن تستثمروا إسرائيل وخسرته لحسن الحظ يعني وفر الضحايا فيه أما الآن هلأ أنا بأعتقد أنه بالقياس على الميدان نحن عم نشوف في جنوب اللبناني تطيير المسيّرات بصرف النظر عن عددها، بصرف النظر عن قدرتها على الاستهداف وقدرة تحقيقها يعني دقة إصابتها وهل فعلا عم بتحقيق أهداف وأهدافها صايبة أما شو الفعالية لحققتها على الهدف نظر عن هذه الأمور، إذن إطلاق المسيّرات متابعة أو القدرة الصاروخية، القدرة على الرمية الصاروخية، هذه الأمور تؤشر إلى عودة منظومة القيادة والسيطرة إلى العمل هلأ إلى أي مدى هذه القيادة فعالة أو هل يمكن هل صح مقارنتها بالقيادة السابقة؟ يعني على الأكيد لابد من فروقات، ولابد من أن المنظومة القيارية تتأثر إنما عادت إلى العمل بالنقطة الأولى نقطة ثانية، خطوط التموين، خطوط التموين أنا بعتقد شوي الموضوع في ناحية معنوية أكثر ما فيه وقائع ميدانية خطوط التموين اللي كانت تجي من العراق، سوريا، لبنان، ما عادت موجود يعني طيران إسرائيل اللي من جاء عم نشوفه يعني عم بيستهدف المصنع كيف الأحرى خطوط التموين وبمطالباته يعني بالـ 17-01 وملحقاته اللي عم بيقولوا هني مش هني يعني للحديث على الألام على الـ 17-01 عن تعديلات على الـ 17-01 برأيي أنا تتناول الحدود الشرقية أنا بدي أسألك عن هذا الموضوع بس محلي قبل حكيت حضرتك عن أنه كان فيه مومنتم من بعد اغتيال السيد نصر الله واغتيال قيادة قوة الرضوان كان يمكن لإسرائيل أن تستثمره وبمعنى الحمد لله ما استثمرته بس لماذا لم تستثمره في هذا التوقيت هيدا حسابات بتعود لإلون هني لأنه حتى نفترض أنه منه شايفين لا شايفين عسكر وبيطلع وبيقرأ مثل ما نحن منقرأ هني بيقرأ يعني إذا أنت عندك عداية مع شخص ما فيك تصاقته من صفاته مكانتهم العسكرية قوية جدا وبيقرأ هذا يعني أنه عندهم خطة أخرى ومتمسكين بالخطة الأخرى خطة أخرى عن تدمير قدرات حزب الله خطة أخرى حسب إعلان أهدافهم للانتهاء من حزب الله مش بس تدمير قدرات حزب الله هون أنا برأيي إعلانات نتنياهو شوي أوفر يعني ساتل بيقلك القضاء على حماس ساتل بيقلك القضاء على حزب الله أنت عم تطرح القضاء على تنظيم عسكري ولا شك إنما مع العسكر إديولوجيا بلافو هالنقطة تنظيم إديولوجيا والإديولوجيا تبعيته مبنية على عقيدة دينية أعمق العقائد والثوابت بالنفس البشرية هي العقيدة الدينية لحظة اللي بيخلق الولد يابي بيبلشه أهله اسم الصليب يابي لك صلات النبي لك ما أحلي الملكة عم بتضحكه إذن العقيدة الدينية بتخلق معه والقضاء على مجموعة تتمتع بالعقيدة الدينية هذا هو أو يساوي القضاء على فكرة يعني جنرال الله يساعد الجيش والدفاع المدني بأن يطفوا بعض الغرات ويطفوا هون والمسؤوليات على الحدود والمسؤوليات بالداخل فعلا جنرال بديشير هلأ أن الجيش الإسرائيلي أعلن مهاجمة مواقع إنتاج وتخزين وسائل قتالية ومقرات قيادة لحزب الله في الضاحية كنت عم بتقلي مسألة القضاء عم نحكي عن مئيس القضاء على حزب الله بالمفهوم الإسرائيلي طبعا حزب الله يمثل فكرة مثل حماس طبعا حزب إيديولوجي طبعا تقلي أن القضاء على فكرة ما بيكون إلا بفكرة عمليا بالواقع في بمعاهد بمعاهد الكليات العسكرية الكبرى بالدول الكبرى مثلا مثل أمريكا بريطانيا في كاتب أو كاتب اسمه أدري كرانين عامل دراسة على أربعمية وسبعة وخمسين منظمة على مدى مئة عام ما في ولا منظمة بتنتهي عبر الإغتيالات وعبر قطع الرؤوس هذه عاملة مقال أسبوع الماضي بالفرين أفيرز بتقله لناتنياهو أنه أنت هلأ أمام فرصة تاريخية سياسية قتلت الشيخ أحمد يسين قتلت عبد الرسيق عبد العزيز الرنتيسي قتلت إسماعيل هنية قتلت العروري قتلت محمد الضيف مروان عيسى قتل كل العالم حمس مستمرة بكرة بيروح يحجى السنوار بيجي محمد السنوار خيو وبيقعد خليل الحي وبترجع تمشي عم بيقول له أنت هلأ استفيد من هالواقع الواقع أنه السنوار ما كان بده يوقف الحرب أنت جرب فوت بحل سياسي وهون ما بعرف يعني قد يكون من إمكانية لهذا الأمر لأنه عندك كمدير المساعد مصرح أنه قادر يوصل بخلال ثلاث أسابيع لحل سياسي بيكون بنتيجته إطلاق الرهيئين وقف النار بغزة ووقف النار بلبنان بس جنرال الشرط أكيد عم متابعة المساعد بس شرط نتنياهو متناقد مع شرط حماس لجهة وقف النار يعني نتنياهو رافض تماما الإقرار أو بمعنى إعطاء هذه الورقة اللي اسمه وقفت لقنار دائم أكيد أكيد بس أنا عم بقلك شو نصحينه المقال بالفرين أفيرز عم بقلوله روح على حل سياسي أنا ما أنا ما عندي شك إنه نتنياهو ما رح يمشي بحلول سياسية نعم نتقى وخاصة هيدا هيدا فترة الوقت الضايع هلأ فترة الانتخابات الأمريكية من هلأ لعشرة أيام يعني مين برأيك هو وقتلي كان بايدن قبل أشهر من نهاية ومعطيها الورقة ليش بيعطيها ولا هيدا ولا غيرها بس طبيعي إنه ما بده هلأ وقفت لنا نتنياهو بده يوصل لهدف معين أو أهداف معين حتى كنت عم بتقلي إنه ما استثمروا بالمومنتم من بعد اغتيال سيد نصر الله لماذا قلنا إنه هني عندهم حساباتهم هني لا شك إنه عندهم خططهم وهني برأي أنا ملتزمين بخططهم الخطة هل نعرفها لا نعرفها نحن بنحكي عن مؤشرات على الأرض يعني إذا بتطلع على الأرض اللبنانية شو عم بصير أنا برأي الإسرائيلي يدفع باتجاه تغيير ديمغرافي في التركيب اللبنانية لاحظ بالجنوب اللبناني القرى المدمرة يعني بالاجتياح ال82 ما دمر هيك الإسرائيلي باجتياح ال78 دمر بعض المنازل إنما ما عمل تهجير هلأ عم بهجر العالم حتى بالألفين وستة التهجير كان جزئي إنما كان فيه قدرة بناء رجعت العالم ما يشغل الذهن وما يستحق التوقف عنده حاليا إذا بتطلع باللي عم بيصير بجنوب ترميد الشامل إيبادة شاملة تدمير شامل مش بس البناء التحتية المنازل السكنية والسكان عم تنزح هلأ صور أعلن إنزار فلو شمال الأول بعده من هون وين بدأت روح السكان أقربهم تعرف الارتباط الديمغرافي أهل الجنوب مرتبطين بعلاقات قربة ومصاهرة وصدقات مع البقاء اللبناني عم نشوف البقاء اللبناني نفس القرى نفس التركيبة كذلك الأمر يتم تهريم بيوتها في حوالي 282 ألف الضبط نازح لبناني بالعراق صاروا عادعا لهم ذهبوا على السورية وهو في سؤال ناس بتقول ذهبوا وناس بتقول رجعوا أو أقفل باب النزوحة سورية إذن هذا الأمر يشغل البال يعني الديمغرافيا اللبنانية دقيقة لدرجة ما فيك تخربت بأي ميزان فيها هيدا إذا حكينا نحن أبعد من الأهداف العسكرية تجاه حزب الله بس إذا بدنا أحكي شو مئيس تدمير أو إنهاء حزب الله بالنسبة للإسرائيل هي القدرة الميدنية على الحركة يعني يعني القدرة الميدنية يعني قدرته مازال حزب الله عم نطلع ونلقي قادر على إطلاق المسيرات وإطلاق السواريخ معناتها هالمنظومة هالمنية لازالت قادرة على الحراك هالجسد بعده قدر يحرك لم تنتهي لم يلفظ أنفاسه يعني بعده بعيد عن لفظ الأنفاس حتى إذا مناخد تصريح يقف جالند وزير الدفاع جالند بيقول أنه قضى على ثلثي الصواريخ القريبة والمتوسط تتلمدوا وهنا هول بشكل خطر عليها هول دي اللي بدأت تدفعهم لشمال اللي طاني قضى على ثلثي الصواريخ من المعلن نحن معنا أحصائي دقيقة لكن منتكل على القراءات أنه حزب الله كان عنده ما يقارب الميتين ألف من المية وخمسين للميتين إذا شلنا خمسين ألف صاروخ أعتبرناهم صواريخ دقة وصواريخ بعيدة المدى وقال لنت ما توجه لقلهم بخطاب وقال صواريخ قريبة ومتوسطة بيبقى مية وخمسين ألف صاروخ إذا دمروا خلينا نقول دمروا تلتينهم يعني بعد عندك خمسين ألف إذا بقى خمسين ألف يعني حزب الله عنده قدرة على إطلاق يوميا مية وثلاثين مية وارمين صاروخ على إسرائيل على مدى على مدى سنة صوم خمسين ألف ثلاثم وخمسة وستين تطلع هالإيمة وهلأ قديش تقريبا كم عدل عم يطلق يعني في أيام أنا عم بتابع في أيام بيبعث سبعين في أيام بيبعث ميتين صاروخ إنما ما وقفت هون نحن بعدنا حسابات نظرية حسابات نظرية بكرة بيتدخل الإسرائيل إذا دخل بمناورته العسكرية لهذا السبب أنا أقول إنه إذا كان الإسرائيل ينوي فعلا قتال حزب الله أو يقصد العمل العسكري الفعال على حزب الله نحن لازلنا لم نشهد المعركة لم نشهد المعركة إذا بتطلع الحدود الجنوبية الإسرائيل عنده أربع فرق وتكلمنا سابقا صارت كل عالم تعرف شو حجم الفرقة وشو حجم القوة اللي بتسعى الفرقة إذن الاشتباك اللي عم نشوفه على الجنوب بالجنوب اللبناني هل هو يساوي اشتباك أربع فرق هذا أنجأ اشتباك لواء أو لواءان يعني إذا بتطلع خريطة الاشتباكات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالجنوب اللبناني نعم أنه الإسرائيل أشتباكات أشتباكات ببعضاكات وإنتقن عبر عملية أكبر من هاك يتوجه فيها نحو البقاع اللبناني نحو البقاع الأوسط اللبناني أو بنزل فرقة أو حتى من الجنوب اللي هياته العسكرية نعم إذا أمكن لأن الجنوب في توازن في توازن تاني في الأمريكان عفوا في الروسي في الروسي وفي الإيراني بس شفنا عملية كسح الألغام اللي عم بتصير تمهيدا ربما وأكتر من هيك إذا بدنا نرجح إذا بنعطي تحليل ترجح هذا المحور واليوم نعطي هالتحليل بكرة في ممكن مستجدات أخرى أخرى عفوا مبارح على الإنترنت كان في حديث أنه أوكرانيا بتصرح أنه ممكن تتخلى عن جزء من الأراضي لتوقف الحرب بروسية يعني إذا أنت بدك تقول إذا الروسي أبض تمن بأوكرانيا ممكن كتير يمر أعمال هون ما بنعرف شو المعطيات الدولية صحيح لها سبب بدنا الرائع بتطور الوضع الميداني إنما مناورة تكون صعبة جدا وقاتلة في حال الإسرائيلي توجه إلى البقاء اللبناني ومن هونيك حتى لو بدون ما يبدأ عملياته العسكرية مجرد تواجد قواته في البقاء اللبناني بيخلق وضع سياسي أو وضع عسكري بيأثر ويغير بالوضع السياسي بمعنى الردع يعني هم تحكي أو بمعنى التخويف يدفع باتجاهات أخرى نحنا شفنا العمل العمل العسكري الأصف في الجو يدفعك إلى القبول بشروط بدونها ما كنت بتمشي فيها بالمقابل قدرات حزب الله البرية إلى أي مدى قادر على الاستمرار على هذه الوتيرة حزب الله ليس مجهزا لقتل يعني منه جيش قاتل جيش ما بيقدر يقاتل الإسرائيل ما بيقدر يمنع الإسرائيل من التوغل ما بيقدر يقف في وجه الإسرائيل إذا بدلوا يبلش بالإجتياح حزب الله يقدر على التالي هو مجموعة مقاومة الآن بالداخل السوري قاتل كجيش نعم إنما بالداخل السوري اللي كانوا بيوجه عن يقتلهم مجموعة ميليشيا ومجموعة إرهابيين بإمكانوا القتال كلا بس بمعنى جيش نظامي أنت تطول كإسرائيل كمنظومة عسكرية أما بوجه مكنة عسكرية ماشين يعني عندك طيران وعندك دبابات وعندك ملالات وعندك قوة صاروخية وعندك جميع الأجهزة عم تنور المقابل صواريخ اللي بنسمعه صواريخ بركان وألباس وإلى آخر يا عيد منا قادرة أنه يعني أنه ما بده سؤال يعني الميزان فيه جزء من الأسلحة الإيرانية هذا اتجاه آخر بس خلينا نكفى هالفكرة لو سمحت حزب الله ليس قادرا على قتال إسرائيل حين تبدأ التوغل حزب الله ايتل في سوريا كمنظومة عسكرية إنما في لبنان لا يمكنه القتال كمنظومة عسكرية في لبنان يجب أن يقاتل كعمل مقاوم يعني في اليوم التالي للإجتياح وحين تتوقف القوة وحين تقوم بعمليات التجاوز والتبديل وهالأمور هنا يبدأ عمل المقاومة هون بيبلش عمل حزب الله حزب الله برأي أنا بتقديري ما أنه قادر يمنع الإجتياح بس حزب الله قادر يخلي الإجتياح يصير مكلف على الإسرائيل لا يدفعه لخيارات أخرى هذه المعطيات ما بيعرفها حزب الله وما كان من مصلحته اليوم يلجم أو يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد بحال هو كان عنده هذه القراءة أنا أنا بعتقد أنه الأمور ذاهبة بإتجاه حل حلي حل حلي بإتجاه حل حلي ولو وأنه في وقت ضايع هلأ بدنا نعرف يعني إذا بترصد تصريح أو زيارة هوكستين وتصريح الرئيس بره إيجابية بإيجابية بأنه رئيس بره كان كتير إيجابي وعشو مبنية الإيجابية ما زال عارف أنه هوكستين ها آخر زيارة وعشر تي يوم يمكن يرجع الحكم ويمكن يروح نتنياهو يعمله خربطة بإيران يطلع ترامب يعني الدرب اليوم الرد الإسرائيلي على إيران دربة إسرائيل على إيران بدأ تطير وبدأ تنسف موضوع النفط لأنه بايدن إيه بباط لإيران على أو مغمض عينه شوي على النفط الإيراني هلأ أي ضربة بتتنفذ على إيران بدأ تغير الأسعار بسوق النفط وبدأ تغير ستوك ماركت يصار في حديث أنه في محاولات كان أمريكية لتأجيل لبعد خمس الشهر للضرب بس سمح لي أرجع أسألك عن موضوع الحلحة اللي عم تحكي عنه بالجنوب حضرتك حلحة لعلى قاعدة مثل ما أنت عم بتقول أنه حزب الله قد لا يكون قادرا على التحمل كثيرا بها المعنى أنا بتأكد أنه حزب الله عقيد طووية لدرجة قادر يتحمل لغاية لآخر الدرجات بس قيدات واللي مدى تاخد الأمر للقرار لأي مرحلة بدأت خليه أنه شو رح بيبقى لك إذا تدمرت كل المدن وبقى جزاء من السكان حي إذا تدمرت كل وسائل الحيات إذا تدخل تفضل أنا بتأكد مثل ما قلت لك في مشروع حلحلة يجري العمل عليها بين السياسيين مع الرئيس بره ومئاته والسياسيين لبنانيين وبين المجتمع الدولة وتحديداً أمين عام الأمم المتحدة لأنه اليوم مثلاً تسمع مطالبات على السبتاش سفر واحد أوكي والسبتاش سفر واحد الناس بتقولك بدي معه الخمسة تسعة وخمسين هو جزء منه ونسب تاخدك على خروج إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة صحيح إذا كل واحد بيقرأ وبيفسر السبتاش سفر واحد والقرارات الدولية من وجهة نظره لسبب أبنا عم بقول هناك ضرورة وقد وقد نشهد في وقت ليس ببعيد مبادرة يطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أكيد لتفسير السبتاش سفر واحد من قبل الأمم المتحدة هي جديدة يعني قد نشهدها هذه فكرة بده يفسر يعني ما فيك تتكل أنه كل شخص يفسر ويقرأ السبتاش سفر واحد الأمم المتحدة هي اللي أصدرت السبتاش سفر واحد هن اللي بيفسروا بنود ومندرجات وكيف هيدا اللي أشار لقلو فوكستين بعتقد أنا وهيدا الشي الإيجاب اللي اللي تلقف الرئيس برد بس جنرال اليوم هذا التفسير أنا بارث أنك تحكي عن المساعد الديبلوماسية بس بالمقابل أنه يلي خزق مساء الأمم المتحدة بالجمعية العامة واللي راح أنب كل الجمعية العامة بالنيويورك ويلي عم بأوس على اليونيفل ويستهدف مراكزها ويلي مش هيدا الوقت هلأ هو وقت ضائع بالوقت الضائع نتنياهو سوف يتعنت وراء الانتخابات الأمريكية راح بيكون عنده وقت أصير حتى يتابع سياسته سياست التعنت بيكون الرئيس الأمريكي بعد ما استلم وبهالفترة هيدا راح تكون فترة قاتلة ما بتعرف مفتوحة السقف لأنا قدري صاعد قد ما بده وما في من وبيلعب الانتخابات الأمريكية يعني إذا ضرب إلنا قبل بخمسة أيام راح بيتأثر بايدن تترجح خبرية ترامب وترامب بيقل لهم صديقنا نتنياهو أخبرني ما زين وأن يضرب في إيران وبتضيف عليها مبارح التسريبات عن الأفق الذهبي وسلاح الأفق الذهبي يعني هالأمور بالتحليل بلك تحطها فوق بعضها ونشوف وين ممكن نروح مع نتنياهو إنما بالآخر بدو يرجع على الطاولة ما في الحروب ما بتخلص بالميدان بالميدان بتفرطوا شروط بالميدان بتحسن وراء بإيدك إنما الحروب تنتهي على الطاولة دائما جنرال قلت أنه ممكن أن يبادر الأمين العام للأمم المتحدة أن يفسر القرار 17-01 نعم بس على ميزان القوة على الأرض شو اللي ممكن تقبل في إسرائيل منها الـ 1701 رغم هذا التفسير وإذا كان ملزم ولا لا بس بالأمر الواقع مسألة تراجع حزب الله مسألة نتنياهو بيقول في أربع كيلومتر ممنوع يرجع عليهم السكان نهائيا كان في تسريبات أنه توسيع صلاحيات اليونيفل نشرة على الحدود الشرقية هيدا الـ 26-50 نيوالت هيدا النقاط لها سبب ما بل لك أنه بالآخر أنه 17-01 قرار أممي ويسوف يفسر من الأمم وهي الأمم أنه هلأ نتنياهو أو على الأقل أنا أعتقد أنه إذا نتنياهو ما عنده إشارة ما ما كان بيقدر يتحرك بها الحرية أكيد لو ما عنده ضوء أخضر شفنا الضوابط هدوه أكتر من مرة من الرد على إيران شفنا الضوابط هدوه أكتر من مرة من فتح جبهة جنوب لبنان إذن نفس الضوابط وقت اللي بتمارس الضغط عليه سوف ينصع ما فيه خيارات يعني هاي اللعبة سياسية ديبلوميسية على مستوى الدول دول سياسيتها تبنى حسب المصالح والأحجام تب جنرال بالمعطيات اللي تفضلت فيها حضرتك برأيك ما حمله هو مسألة التفسير فقط أم حمل مزيد من المعطيات حول الألية التنفيذية طبعا السوط عشر أنا بعتقد أنه مش بس حمل تفسير يعني حتى قد لا يكون حمل تفسيرا تفسير معطى نحن عم نحكي فيه نتن هكستين طلعت على الأعلم قيل أنه زودوا وزير الاستراتيجية الإسرائيلي ما بعرف بورقة بورقة فيها بنود الإسرائيلي بيعرف أنه الورقة اللي طلبها غير طبعا طلعات الجوية وحرية حركة الجيش الإسرائيلي بيحلها بالأرض اللبنانية وبنجو لبناني يعني أنه بدوا يخلي الطيران 24 ساعة ومحل اللي بيشو يعني شو غيرت عنها هلأ بعده كانوا ماشي هلأ إذن خليها ماشي مثل ما هي بيقلك أفضل لا أنا برأي هو بيعرف يعني بالتفاوض أنت بتعلش السقف والطرف الثاني بيعلي السقف وقت لو بتعضوا على الطاولة كل واحد بحطوا وراءه وراءوته وبيعرف وراء ضعفه وهيكي بتنلعب بالتالي بتقديرك اللي نحكى عن قصة مثل ما كنا عم نقول توسيع صلاحيات اليونيفل توسيع المدى الجغرافي للقرارة 17-01 ليبعد كيلومترين فوق نهر اللي طاني هيدا جد هالحديث برأيك أنا بعتقد حتى أنه قد يجري الحديث على تكليف اليونيفل بالحدود الشرقية وهيدا شي تم الإشارة لإله بالقرار 26-50 لصدر عام 2022 بالأمم المتحدة بأربقة الأمم كل سنة سوا بقاب بصير هني إيش هيدا عندهم مشكل مع عناصر القوات الطوارئ بلبنان كيف تتدخل هل تتدخل بمؤذرة الجيش إذا ما كان الجيش معه ما إلا حق تتدخل هني عم بيشكوا من هالنقاط هيدا وعم بيقولوا هذا الشرط يحد من حرية عمل اليونيفل ولبنان كان متمسك بقواعد الاشتباك ما عم بيعدلها بالـ 22 بالـ 2022 طلع القرار 26-50 وغير بقواعد الاشتباك هذه القواعد لم تطبق لغاية الآن إنما تغيرت يعني صارت 26-50 كمانا جزء لا يتجزأ من الـ 17-01 لها سبب عم بقول أنا أنه صاروا عدة قرارات دولية بالـ 17-01 بحاجة لتفسير واحد مبلور بحاجة لتفسير واحد مش لقرار جديد لتعليمات تطبيقية يقول أنت بتعمل هيك وأنت بتعمل هيك إذا قشت الأمم المتحدة وقالت ونحن حكينا أنه إسرائيل يعني مش قارية وخصوصة بهذه الفترة الضائعة منى طبعا عاطي اهتمام لهذا الموضوع بس حزب الله تحديدا والجانب السوري بيقبلوا بنشر قوات اليونيفل على الحدود الشرقية وما حكي عن إقامة أبراج ما بعرف أصلا قديش مظبوط بس عم بسألك هذه الفرضية وتحديدا رح روح أكتر بيقبل الروس بسوريا أنه قوات أوروبية باليونيفل ينتشروا على الحدود الروسي المصالح الدولية يعني ما بنفوت بنظريات نطرح نظرية مؤامرة بس بنطرح فرضيات إذا قلنا الصيني حتى مش الروسي بده يعترض وبده يطلع قرار والصيني والروسي معارضين طيب الصيني وين اهتمام وين مصلحته أكتر بسوريا ولبنان ولا بطايوان والروسي وين اهتمام ومصلحته أكتر أوكرانيا ولا حدود لبنان هذه أمور الأمم المتحدة كل عالم بتعرف حق الفيتو للدول الخمسة الكبار حتى يحفظ مصالح الخمسة الكبار لا بلابت مصالح وين الروسي بيشوف مصلحته رح بيكون ضامن لمصلحته حزب الله نعم يقبل قد يقبل لأنه وقت اللي عم بيشوف الميدان كيف عم بيصير هو حاليا سابت لا شك أنه وقف وعم بيقاتل يعني شوف الشريط اللي احتلته إسرائيل حتى ما توسع كتير وما عم بيفوتوا عضيعة اللي عم بيكون فيها إتال يعني حتى بقلب عيطة الشعب بعد لها اللحظة ما فرغت ونحن عم نقول مش هيدا العمل الإسرائيلي بعد ما مشيت المكانة الإسرائيلية بس كذلك العمر حزب أرلا لازال يقاتل إنما بالآخر وقت تقعد على الطاولة ما فيك تاخد أكتر من حجمك قديش بيصبت حاله على الأرض على الميدان رح يكون أمام خيار الحزب متابعة تدمير القرى متابعة تقتيل الشعب أو اللجوء إلى القرار 1701 وهو قد أعلن وقال أنا موافع 1701 ماذا لو تدخلت إيران بهذه الحالة أما لي وأصلا يحكى أنه في بعض الضباط الإيرانيين هنا عم يدخلوا بموضوع التخطيط هلأ وموضوع اللاجمات اللي عم تصير على إسرائيل بس أبعد من هيك ماذا لو دخل الإيراني ودخل أصلا عمليا بالموضوع الإقليمي ضد إسرائيل طيب تدخل الضباط الإيرانيين بتنظيم العمليات منه جديد يعني بال2006 اللواء سليميني كان قاعد في لبنان وعم بيقود العمليات وهذا المسند فيها لتصريح الحزب وتصريح مسؤولين الحزب وقت بيقلك العلاقة مع إيران تسليحنا وتدريبنا وتمويلنا وكل كلها من إيران ما عادت تستغرب أنت أنه ضابط إيراني يستلم قيادة ما عادت ما عادت موجود قائدها هيدا نقطة أما من ناحية تدخله بالشئ السياسي إجيك الجواب يعني رئيس الحكومة عطي جواب وكمان في جواب تاني يعني بعتقد أنا أنه يعني لو حاولت أنه رح تكون الوضع كذلك متل ما هو بلبنان في عندك أمور ضغطة كذلك الأمر بإيران بالمقابل كل هذه المتغيرات تستند إلى معطى معين أو إلى مطلب معين هو تسليح الجيش اللبناني إلى أي مدى هذا المطلب قابل للتحقيق لجهة العديد لجهة العتاد من سيسلح الجيش وهل هو يمتلك القدرات لمواجهة إسرائيل هيدا سؤال حلو كتير بس هيدا مش بده حلقة هيدا بده معايها الدراسات أنت بس تقول صليح الجيش اللبناني بدي أسألك أنا شو بدك من الجيش اللبناني شو المهم اللي بدك تكلفي جيش فيها هل بدك تبني جيش تقدر تعمل فيه فورس بروجيكشن جبلوا مراكب انزال تشيلوا من لبنان تاخدوا على أي بلد من دول العالم يعمل عمليات إبرار ويحتل الأرض ويقاتل هل بدك تعمل جيش يفوت على تل أبيب هل بدك تعمل جيش يتصدى لإسرائيل إذا بدك تعمل جيش يحمل حدود الخارجية هلأ بكتل لي مهم الداخل يمكن هذا موضوع تاني بس الحدود الخارجية ويكون عنده قدرة ردع فعالية بواجه إسرائيل بدك تعمل قدرة ردع فعالية بواجه إسرائيل أنت شايف إسرائيل في تعتبره جزء من جيش الأمريكي بدك تكون قدرة الردع تبعيتك منطقية ومتوازنة أنت ما عندك الناتج القومة تبعولنا نحن بلبنان يعني وقت بدنا نبني جيشنا نقطة بدنا نقول ما هي ما الهدف من بناء الجيش شو المهمات اللي بدنا نكلف الجيش فيها أنا برأيي إذا قدرنا نبني جيش نكلفه بمهمات الحفاظ على سلامة الأراضي اللبنانية بداخلها سلامة الأراضي اللبنانية من الخارج من الاعتداءات الخارجية لو تعمل جيش خمسمائة ألف سوف يبقى من الصعب جدا عليها الدفاع بوجه قداش ميزانية الدفاع عند الجيش الإسرائيلي وقداش أنت قدر تعمل ميزانية الدفاع جيشها طبعا هاي دي مفهومة طب كيف بدك تبني جيش مثلا يشلك يزيل إسرائيل من المنطقة هون بالتحديد بيقلك حزب الله لكن هذا ما يبرر أنه طالما الأمريكيين اللي هن حلفاء إسرائيل لن يمنحونا قدرة ردع بوجه بنتهم الصغرة بالمنطقة لكن أنا عندي مبرر أنه يبقى معي سلاحي لا بيبقى معك سلاحك بالدولة من ضمن الدولة اللبنانية نحن عم نقول فليجتمع مجلس الدفاع الأعلى ويقرر سياسة الدولة ويقرر السياسة الدفاعية ومن ثم تحال إلى الجيش اللبناني إلى المؤسسة العسكرية إلى وزارة الدفاع اللبنانية التي سوف تقرر كيف تنفذ هذه السياسة الدفاعية ويجب أن يجتمع مجلس الوزراء وياخد قرار أنا برأيي كل مواطن إليه حق دفاع عن أرضه يعني أنا إلي حق دفاع عن أرضه إنما من خلال الدولة يعني الدولة اللبنانية بدأ تلاقي الإطار العام يلي بتقول بها الطريقة يسمح لك في الدفاع عن أرضك وبدأك تنخرط بالدفاع شرف إذاً هيدا على عاتق الدولة ما بتحكي سيرت عن تفسير سلسية جيش شعب مقاومة لا ما عم بحكي عن تفسير السلسية أنا عم بقول لك الدولة اللبنانية أنت بدك تدفع إذا الدولة قلتك بتدفع من خلال الجيش تعفوت على الجيش إذا الدولة قلت لك أنا بعمل جيش وبعمل حرس حدود ممكن ممكن هي تشوفك بحرس الحدود يعني هاي الأمور بدبت بقلب الدولة اللبنانية بقلب مجلس الوزراء بده يطلع قرار يوضح الأمور ما في ما بيقدر كل مواطن يجي يعمل فكرة دفاع على زوءه ولو وحتى لو توفر من يمول أو يعمل ساستينمنت لهالفكرة طبعا لأنه بالوئة عم بيكون مدها أصير وبالآخر ما بيبقى يعني ما فيك يكون أرارك مشاركة حدا فيه خارج دولتك الدفاع يجب أن يأتي من الدولة اللبنانية ويجب أن يلحظ ويحفظ حق كل مواطن بس أنت وقالت بتفوت تدافع من الجيش بتدافع من الجيش معاشك من الجيش وتجهيزك من الدولة ما بقى فيك تنفذ قرارات تانية ومشاريع تانية ومشاريع أخرى جنرال برأيك بالتالي يعني علاق عم بفوت شو على استنتاج اللي عم نحكيك خلاصات بالتالي إذا بدنا نلخص ما هي الضمانات المطلوبة لتطبيق السبت عشر سفر واحد بها المعنى اللي حكي عنا هوكستين أنه التزام الطرفين غير كافي اللي تطبيقه وهذا ما أدى إلى خرقه من الجانبين شو الضمانات برأيك الكافية لا يتطبق هذا القرار الضمانات برأيك أنا باعتقد أو المسار اللي بده صوفي يسلك الضمانات هي رح تكون ضمانات دولية لأنه طيب شو عندك ضمانة غير الضمانة دولية مرفقة بضغط أمريكي على إسرائيل هيا الضمانة الدولية بلد تقعد وأمريكا إذا راضي على المشروع بالأمم رح تقعد ورح تعطي إسرائيل تعليمات بتنضبوا وهيك بتصير ومثل ما أقول لك أنا بأعتقد الحل قد يبدأ من مبادرة للأمين العام بتفسير السبتاشة فرواحد وما يليه ما سبقه من قرارات مثل الخمسة عشر خمسين مثل السبتة وعشر خمسين مثل ألف وستتمية وثمانين مجموعة كبرى من القرارات يجب يجب تفسيرها ووضع ورقة عمل بيوفوا ألي جميع الأطراف وبيمشوا بالتنفيذ وبالتالي أي حل لهذه المعضي اللي بدو يكون باليوم التالي يعني تحديدا المطالبات بالخمسة تسعة وخمسين في هذا التوقيت ربما لا تبت اليوم لو سمحت رجعت للفكرة متل ما عم بتقول لأنا حضرتك أنه هذا التفسير سوف يشمل أيضا البت بالسؤال عن الخمسة تسعة وخمسين لأنه قرارات الأمم هي متتالية والقرار اللي بيطلع ما بيلغى اللي قبله بيقلك استنادا لهذا واستنادا وا 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 وبيطلع القرار جديد ما في قرار بيلغى اللي قبله مثل كل القوانين يعني القانون بيجي بيكمل اللي قبله وقت اللي بدو يلغى اللي قبله بيطلع غير قانون القانون الغاء لا سبتاش تفر واحد لن يلغى إلى حينها جنرال في كتير مؤشرات بلجت تتبين على نوع من حصار على لبنان يعني عم نحكي الأصف اللي قرب على المطار عم نحكي عن البوارج الموجودة عم نحكي عن خطر ربما انزلات من الناحية الغربية عم نحكي عن اقفال المعابر إلى أي مدى يستطيع لبنان أن يتحمل هذا الحصار أو إذا تطور هذا الحصار إلى حين إرساء الحل مثل ما تفضلت يلي شكله ما بعرف بال2006 عشنا هذا الحصار بس عشنا بشراسة حصار أصعب إذا متذكر عام 2006 يعني العالم اللي كانت بدنا تهجر من لبنان كان عندها صعوبة كبيرة إجت المراكب البحرية أخذت الرعاية الأجانب وربق اللبنانيين لمصيرهم بال2006 كان الحصار الحرب هلأ أشرص وأكثر تدميرا إنما حصار 2006 كان أصعب هلأ بعد الطيارات عم تقدر تغادر إلى متى يستمر هذا الأمر أنا لا أعرف إلى متى لا يستمر هذا الأمر بانتظار تطور الميدان طبعا نحكي العميد الركن فادي داود جنرال أنا بدأ أشكرك على كل هذه الإحاطة وحضرتك طبعا باحث في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية ودائما بمعطياتك الغنية والوافية مشاهدينا نتوقف مع فاصل إعلاني سريع ومن بعده نتابع هذه المواكبة المباشرة ترجمة نانسي قنقر